حياكم الله أيها المشاهدون الأجلاء سعادتنا غامرة أن نلتقي بحضاراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج بيان وتبيان ومع سؤال جديد في هذه الحلقة يتمحور السؤال في هذه الحلقة في الآتي قال تعالى في سورة المائدة وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأْ أَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرْ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وقال في سورة الأحقاف أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ السؤال تعدى الفعل تقبل في آية المائدة بمن فقال تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إنما يتقبل من المتقين أو إنما يتقبل الله من المتقين في حين أنه قال في آية الأحقاف نتقبل عنهم فلماذا استخدم حرف الجر من في آية المائدة في حين أنه استخدم حرف الجر عن في آية الأحقاف مع أن الفعل واحد وهو يتقبل أو تقبل أو يتقبل فما السبب في ذلك؟ أيها المشاهدون الأفاضل حروف الجر في كلام الله سبحانه وتعالى والتي تسمى أيضا بحروف الخفض والتي تسمى أيضا بحروف الصفات والتي يسميها بعض النحوين بحروف الإضافة لها استخدامات دقيقة في كلام الله سبحانه وتعالى فإذا أبدلنا حرفا مكان حرف أو غيرنا حرف بحرف لاختل السياق والطرب فوضع كل حرف جر في مكانه الذي يستحقه ومن ذلك ما نحن بصدده في سورة المائدة قال الله عز وجل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إنما يتقبل الله من المتقين فلماذا استخدم الحرف من هنا؟ استخدم الحرف من هنا لأن العناية والاهتمام خاص بالجهة التي صدر منها العمل التي تقبل الله منها فإذا كان التركيز منصبا ومحطة اهتمام بالجهة أو الذات التي صدر منها العمل جاء هذا الفعل تقبل أو يتقبل أو يتقبل متعدا بحرف الجر من لهذا قال الله عز وجل إنما قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال في آية أخرى على لسان مريم عليه السلام ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أما الأمر في آية الأحقاف فيختلف قال الله عز وجل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة لماذا كانت التعدية هنا بعن وليست بمن لأن الاهتمام منصب على العمل منصب على طبيعة العمل منصب على العمل الصادر عن هؤلاء وليس كما كان الحال في الأول الاهتمام منصبا على الجهة التي صدرت منها العمل فلما كان الأمر كذلك كان استخدام حرف الجر عن للنظر للنظر في أن الاهتمام يكون محاطا بهذا العمل الذي صدر عن هؤلاء الناس ومن دقيق الأمر في كلام الله عز وجل ومن الاستخدام اللغوي الدقيق في أنه عندما يذكر الله سبحانه وتعالى الفعل يتقبل وهو معدًا بحرف الجر الجر من لا يذكر المفعول به وقد يأتي مبنيا للمجهول لماذا؟ حتى يكون الاهتمام منصبا على الجهة أو الذات التي صدر منها العمل لهذا يقول الله عز وجل في آية المائدة فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فالفعل هنا مبنيا للمجهول لأن الاهتمام منصب على الجهة التي صدرت منها العمل ولهذا حذف المفعول به وجاء الفعل على صيغة الفعل المبني للمجهول حتى يتم التركيز على الجهة أو الذات التي صدر منها العمل أما في آية الأحقاف وهي الآية الوحيدة الآية الوحيدة التي جاءت موضحة لطبيعة العمل في كتاب الله عز وجل قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا هذه الآية الوحيدة التي ذكر فيها المفعول به في كلام الله عز وجل وبالتحديد مع الفعل نتقبل أو يتقبل أو يتقبل حتى يتبين طبيعة العمل وما هي العمل الصادر عن هؤلاء الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاف أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر